دفاع عن حقوق الإنسان كنت معي من تونس وستاذ محمد العرب يعود إليك تحدثت على دكتور مرزوخي وقلت أنه كان استثناء في حكام العرب هل بتقديرك ما ستقبل عليه تونس الآن في ظل السيد الباجي قادر سبسي سيكون في نفس الاتجاه الإصلاحي إنصح التعبير هل سيقع فرض إصلاح هيكل جذري في تونس على الرئيس والحكومة القادمة؟ لا لا لن يكون هناك كايس لحظة نعود إلى فترة بن علي لكن طبعا بإخراج جديد سيكون هناك الإخراج جديد ستكون الشكل جديد لكن راعي العودة النظام القديم الرعاة في الداخل وفي الخارج يريدون نظام بن علي بدون بن علي يريدون شخص آخر يأتي من الزمن البرغيبي يأتي من بداية الخمسينات حتى قبل أن تستقل تونس وطبعا هو جزء من السلطة على السبسي طبعا آخرين سيحكمون باسمه ومن وراءه أيضا والرعاة في الداخل كما هم الرعاة في الخارج لا يريدون لهذه المنطقة لتونس وللمنطقة العربية ككل أن تتحرر باختصار بسيط يريدون بالنسبة للداخل يريدون أن تظل طبقة مهيمنة طبقة غنية مهيمنة طبقة مشهورة مهيمنة على الأوضاع السياسية على الأوضاع الاقتصادية على كل شيء ويبقى الأغلبية الغالبة مفقرة معطلة أنتم تحدثتوا على الثلج يعني في منطقة لها حتى من ناحية التاريخ لها عمد كبير ربما هي تعاقب لذلك يعني هذه المنطقة التي تحدثت عنها هي منطقة الثورة الجزائرية هنا كانت الثورة الجزائرية وهنا انطلقت الثورة الجزائرية لكن مع ذلك شمال الغربي لتونس والشمال الشرقي للمغرب لا للمغرب نعم يعاقب كله يعاقب يعاقب لأنه شارك في الثورات تحريرية نعم لأن هناك حدود مغلقة منذ أكثر من 20 سنة وقبلها كانت مغلقة أيضا ولفترات على فترات يعني لم تفتح إلا بضعة سنوات ومن يعاقبها؟ يعاقبها الذين لم يريدوا أن يخرجوا من الجزائر يعاقبها الذين كانوا يقولون الجزائر جزء من فرنسا يعاقبها النظام الدولي وعلى رأس فرنسا خاصة الغربي الذي لا يريد لهذه المنطقة لأن هذه المنطقة في جنوب البحر المتوسط عندما كانت قوية عبر التاريخ كانت تفرض نفسها وكانت المنطقة الشمالية هي الأضعف وكانت هي التي تضع القانون للبحر المتوسط البحر المتوسط لا يمكن أن يكون فيه أكثر من قوة واحدة إما في الشمال وإما في الجنوب القوة الشمالية البحر المتوسط الآن تعبث كما عبثت لمدة 180 سنة في المنطقة ما زالت تعبث تعبث عن طريق أنصارها سواء فكريا أو ثقافيا أو أخلاقيا وتعبث أيضا عن طريق أموالها وآخرين طبعا إذا أضفنا لذلك البعد الخليجي خاصة الإمارات السعودي والمال الإمارات السعودي وما لعبه في تونس وفي هذه الانتخابات بالذات الانتخابات الفرق لم يكن كبير كان لحسمها أمرين اثنين أو ثلاث أمور أساسية الأمر الأول أنه كان هناك تزييف ممنهج خاصة مع حديث عن الأموات الذين انتخبوا ولكن شراء الزمم هذا كان الأمر الثاني وهذا كان بفضل المال الخليجي أساسا ولكن كان أيضا بعدم دخول من كان محسوب على الثورة في موقف واضح لمناصرة المفروض المحسوب على الثورة وليس رئيس النظام القديم واضح السؤال الآن فيما يتعلق بانتخاب سيد الباجي قايد السبسي اللي هو الرئيس الحالي ما الذي دفع أغرى التونسيين بانتخابه لأنه ليس لكل شرية ذمتهم وليس لكلهم ذهبوا من مليون سبعمائة ألف صوتوا لسيد الباجي قايد السبسي ولكن عنده مشاكل أخرى ربما صحية وعدم قدرة على إدارة البلد وربما سيكون من خلفه الذي سيدير فعلا البلد لكن هذا الرجل هل كاريزمة الرجل ما يطرحه الرجل خبرته السياسية هي التي أقنعت جزءا من منتخبه؟ لا لا أعتقد أنه ما يطرحه وهو بالعكس حتى الناس كثيرين يقولون أنه بذيء وأعتقد أنه كان قال كلمة بذيئة جدا كلمات مش كلمة أو كلمات بذيئة جدا طيب لكن أنت تعرف أنت ربما تبعت تصريح الشيخ راشد في جارية الخبر الجزائرية قال أنه التونسيون انتخابهم السبسي يعني انتخاب للاستقرار والأمن يعني بمعنى أنه رأوا في الرجل أنه هذا كان خطابه أنه أولوية التونسي ما عادش تحقيق أهدف الثورة بل أصبحت الخبز والاستقرار والأمن وأشوف ما احترامنا لكل القيادات في النهضة وغير النهضة من المحسوبين على الثورة وكثير منهم عانى في السجون وعانى في التشريد وعانى في التعذيب كثير منهم حتى مات تحت تعذيب أو بعضهم مات تحت تعذيب لكن مثلا رئيسي الحكومة أعتقد أن الحكومتين نهضة وكلهم قضى فترة طويلة في السجن أعتقد أن الجبالي قضى مثلا 15 سنة الشيخ راشد قضى فترة 25 سنة في التشريد لكن أعتقد أنه مخطأ الطريق نقولها لهم بكل وضوح وبكل سرح أولا عندما يقولون مثلا هذا الكلام لتفضلت به إذا كان ما نقل عنه صحيح قالوا حتى في القناة التونسية نعم هذه إدانة لفترة النهضة عندما تقول أن التونسيين اختاروا الاستقرار معنى أن فترتك لم تكن مستقرة وهذه حقيقة أستاذ محمد العرب لكن لماذا لم تكن مستقرة هذا هو السؤال السؤال الأساسي هو لماذا لم تكن مستقرة السؤال الأساسي من قتل فعلا بالعيد والبرهمي على فقط هذه الثنين لكن هناك قتل آخرين جنود وبعض الشرطة وبعض المدنيين وأيضا ممن يقتلون على أساس أنهم إرهابيين بدون محاكمات خارج القضاء هناك قتل كثير بالمناسبة ستتكرر كلمة الإرهاب كأكبر كلمة في العام القادم وستسمعون أن على هذه الإرهاب ما الإرهاب؟ ما الإرهاب طول الوقت شوف القادم هو تقوية وبناء جيش على غير ما هو معتاد عليه في تونس يراد للجيوش العربية كل الجيوش العربية أن تكون حامية للطغيان وأن تكون خادمة للقوة الخارجية وأن تكون خادمة لطبقة واحدة تخضع المجتمع وتخضع الشعوب العربية عندما أقول الشعوب العربية طبعا بتنوعاتها الأمازيغية وغير الأمازيغية هذا ما يراد ولذلك سبدل من الأموال تذهب إلى الفقراء وإلى المعطلين وستذهب لشراء أسلحة الخردة من الشرق والغرب وستصرف ملايير دولارات ملايير دولارات من أمة ليس لديها الكثير من الأموال أو من شعب ليس لديها كثير من الأموال على الأجهزة الأمنية وعلى الأجهزة وسيقال لنا كما قيل في الجزائر وفي أماكن أخرى أن أمن الدولة ليس له ثمن وأن أمن المجتمع ليس له ثمن ليس أمن المجتمع يريدون أمن طبقة مسيطرة تريد أن تظل خاضعة وتخنق هذا الشعوب لكي لا تتحرر لكي لا تبني تونس مساحتها أكبر من مساحة كوبا بمرة ونصف ومع ذلك واجهت كوبا الولايات المتحدة أكثر من خمسين سنة وحاولت الولايات المتحدة وهي القوة الأعظم في العالم أن تخضع كوبا ولم تخضع حتى قال بارك أوباما قبل ثلاث أسابيع من أن الحصار فشل وسنعيد العلاقات هذا لمن يتحدثون طبعا على إكرهات الجغرافية وعلى ضغوطات الجغرافية أيضا الآن فيما يتعلق بالدكتور المرزوقي بتقديرك خلاص انتهى دوره السياسي هو الرجل أعلن حتى بعد الانتخابات أنه لن يترشح مرة أخرى حتى عامل السن قال لن يساعده حتى في المرة القادمة دور السياسي الآن يعني لك العامل السن لا يساعده هو يعني باجي قابل السبسي في مرتبة الوالد واضح هو أكبر رئيس عربي لحد الآن أعتقد عالمي حتى يعني الذي انتخب من الأكبر في العالم نعم من الأكبر رؤساء في العالم لكن خلينا فيما يتعلق بالسيد المرزوقي الآن هل تتصور أن الرجل فعلا سيكون رمانة الميزان صح التعبير في السياسة التونسية لا لن يكون رمانة الميزان هو ليس من أعتقد أن الرجل لا يعرف كيف يتلاعب كثيرا فيما أعتقد وفيما تابعت أنا قابلت مرة واحدة وأيضا أقولها لأول مرة لما أقولها من السابق قابلت المرة واحدة عندما عين عشي التعين رئيسا يعني في مكتبه أقولها عندما خرج حتى لما أقولها من قبل حتى لا يثار المزيد من المشاكل مع الجنرالات الجزائر طيب لكن أعلم عن حراكه لا سيقوم حراكه أعتقد أنه سيقوم بدور أعتقد أنه سيكون بدور وأنه سيكون له دور أساسي لكن لن يكون في قضية توازنات هو لا لعب كثيرا في توازنات الرجل لديه مواقف واضح دليل شوف استقباله لخالد مشعل كان موقف قوي جدا وهذا موقف ليس فقط ضد الخذلان الداخلي والردة الداخلية والردة العربية هذا ضد الصهيونية العالمية خالد مشعل هو رمز من رموز التحرر الفلسطيني والعربي والدولي يستقبله وبتلك الطريقة التي يستقبله أراد أن يقول هذا هو يعبر عن عمق الشعب التونسي عمق الشعب التونسي هو مع فلسطين هو مع الثورات هو مع الشعوب المستضعفة هو قدم ذلك وعندما قدم ذلك كان يعرف أنه يلعب في الحدائق الخلفية الصهيونية الدولية يلعب بمستقبله حتى ويلعب بمستقبله وكان يعرف أنه لذلك ثمن لكن الرجل أعتقد أنه اختار الوضوح اختار الوضوح في مواقفه اختار الوضوح فيه عندما تحدث المتحدة على رئيس منتخب ويواجه هو جنرالات وشفناه أيضا في المنظمة الوحدة الفريقية وما يسمى الابتحاد الفريقي الآن عندما تعاملوا الذي كان فيه كثير من حقيقة الشهامة مع الجنرال السيسي في حين أن الجنرال السيسي كانت أول زيارة له هو لجنرالة الجزائر أول زيارة خارجية للإنقلابات مصر كانت للجزائر وكان ربط ما بين الإنقلابين على قول نحن في الزمن ولو ربط ما بين المسجدين الحرم والقدس فأعتقد أن الرجل واضح في مواقفه ثوري متزن ومتوازن مع نفسه ومع تاريخه نتمنى أن يستمر ذلك لأنه طبعا لا تؤتمن فتنة الحي كما يقال لكن نتمنى أن يظل ثابت وإن كان أنا شخصيا لاحظت ربما بعض الخطابات الذي لم يكن فيها موفق عندما هو اندرج أيضا في لحظة معينة في قضية الإرهاب والإرهاب وخطاب الإرهاب وأعتقد أنه لم يذهب بعيدا الحمد لله لأنه يذهب بعيدا لأن بعض القيادات الأخرى للأسف ذهبت فيه بعيدا بل هناك من ذهب هناك من سجن باسم قانون الإرهاب ثم عندما أصبح رئيس للحكومة تبنى قانون الإرهاب وتلك هي واحدة من المآسي الكبرى لما حدث في تونس طيب أستاذ محمد العربي فيما يتعلق الآن بترحيب الدولي هل ترحيب الدولي بسيد الباجي قائد سبسي هو في إطار المراسم الدولية حينما يعين رئيس فتأتيها الرسائل والتهاني من العالم أم الترحيب الدولي بالسيد الباجي قائد السبسي على اعتبار المشروع الذي يحم هذا الرجل طبعا ليس لجمال عينيه أو لوجهه لأنه يرحب به هو يرحب به لأنه يعرفون ما هو القاء السبسي السبسي باختصار بسيط يعني هو قالها بلسانه قال كل الانتخابات في تونس مزورة قال حتى أنا اللي شاركت فيها كانت مزورة صحيح يعني هذا يعترف بأنه كان لكن ظروف تغيرت الآن في تونس تغيرت الظروف تونس شعب قام بالثورة مجتمع مدني صحيح نعم نعم سيكون هناك سدم سيكون هناك سدم لن يكون العام ولذلك هو سيخير يبدو يبدو عذرا يبدو أن الحكومة والرئيس نفسه لأنه في نهاية تمر حزب واحد في كل شيء أنهم سيخيرون إما المضيء في سياسات قديمة ربما تجلب ثورة ثانية ولن تكون مثل الأولى أو أنهم يكرهون على إصلاحات ربما تكون حتى جذرية فعلا في المجتمع التونسي لضمان العودة أو البقاء في الحكم لا ستكون تلك من الأحلام ومن الأماني التي ربما نريد أو يريد البعض أن يطمئن بها نفسه من أن هؤلاء فهموا وتعلموا الدرس الماضي هؤلاء لا يتعلمون الاستبداد تلميذ غبي أغبى من الاستعمار إذا كان قيلت هذه الكلمة في الاستعمار فأنا أقول لك الاستبداد أغبى بكثير يعني الاستعمار في نهاية المطاف عاد تشكيل نفسه وعاد إخراج نفسه في أوضاع جديدة الاستبداد أخرج شكليا فقط لكنه لا يتعلم المجموعات اللوبيات التي أوصلت السبسي الداخلية والخارجية قوى الداخلية والقوى الخارجية ستريد منه ثمن ثمن يجب أن يدفع الذين أوصلوا بتفليقة إلى العهد الرابع أرادوا منه ثمن كان الثمن آنذاك أن يفتح الحدود والأجواء للطيران الفرنسي وأن يفتح الأسواق للفرنسيين وغير الفرنسيين خاصة من القوى الغربي السبسي أيضا السبسي سيعمم خطاب الإرهاب سيتحدث عن الإرهاب يوميا الصحافة ستمتل بالإرهاب القنوات ستمتل بالحديث عن الإرهاب وعند دواعش وعند داعش وسيقتل كثير من الأبرياء وسيسجن كثير من الأبرياء هذه أول فطورة الفطورة الثانية المال الميلتناشنال شركات الكبرى أو الشخصية سينهب تونس أكثر ستنهب تونس أكثر مما كانت تنهب حتى في وقت بن علي حتى في فترة بن علي كان النهب متوازن بين الداخل والخارج ستنهب أكثر من المال الخليجي القذر الذي دفع آنذاك سيريد أيضا تحصيل لأنه بالنسبة لهم استثمارات ليبيا ستدفع الثمن أيضا عن طريق وسيكون هناك في الوضع في ليبيا سيتأزم أكثر لأنه سيحاولون أن يبعثوا ببعض جنود تونس ليحاربوا في ليبيا الإرهاب مثل ما يريدون أن يفعلوه مع الجيش الجزائري اليوم وستكون الردة على سوريا الشعب السوري سيتأثر لأنه ستفتح مرة أخرى السفارة السورية سفارة بشار القاتل وكل القوى الثورية كل القوى الحرية كل حماس فلسطين ستدفع الثمن لن يستقبل مرة أخرى ولو واحد من الصف الرابع في حماس أو الخامس وليس رئيس حركة حماس كل القوى الثورية كل القوى الممانعة كل القوى المقاوعة حقا وليس جماعة الممانعة الثانية هؤلاء سيدفعون الثمن لكن أقول لك صراحة في مرة قال لي أحد القيادين توانسا المحسوبين على الثورة التقيت وكان دائما يقول لي والله ننتظره في الجزائر يعني نحن عارفوا أن دور الجزائر سيكون حاسم بالنسبة إلينا يعني لا أعتقد أنه ممكن يحدث تغيير في تونس عندما حدث الثورة في تونس أو الانتفاضة الكبرى في تونس وجاءوا فالتقيتوا فقتلوا سبقتونا في نهاية المطاف مثلما سبقتونا في الاستقلال مع فرنسا سبقتونا الآن في الثورة عندما التقيت في نهاية 2012 مثل هذا الوقت قبل سنتين وكنت شفت بدأت الردة تعود وبقوة وأنهم لم يكنوا يواجهونها قتلوا لهذا الشخص قتلوا بالفعل ربما قد تحتاج المنطقة تحرر الجزائر أعتقد أن المنطقة ستحتاج تحرر الجزائر لكي فعلا تقضي على الردة الداخلية وتقضي على التغول الحقيقي الذي قادم من أمراء الخليج أو من وراء البحار هو لكن أستاذ العربي هناك رأي آخر يقول أن تونس هي أكثر بلاد العربي استقرارا الآن بعدما انتهت الفترة هذه وخاصة المنطقة المغرب العربي أو صح التعبير للمغرب الكبير وبالتالي سيكون هذا عامل استقطاب لكثير من رؤوس الأموال التي ستشغل آلاف من التونسيين خاصة أن هناك حديث الآن في تونس هناك شبه أزمة اقتصادية غلال أسعار ارتفاع في الأسعار بداية من الشهر القادم وهناك حديث على أنه أزمة اقتصادية جديدة في الأفوق في 2017 تونس يبدو أنها ربما بخلال بغض النظر على ما يكمن خلف الصورة إلا أن المشهد يبدو أنه أكثر هدوءا وأن هذا النموذج التونسي الذي فيه ليبرالي يحكم وفيه إسلامي مشارك في الحكم وهذا حتى لما الشيخ راشة سألوه عن خروجه من الحكم وعدم ترشيح رئيس للدولة قال نحن الوضع نفهم أن الوضع لا يسمح الآن بأن يكون هناك إسلاميون في الحكم يسمح بالمشاركة وأن نكون في الصورة قبلنا بأن نكون في الصورة ألا يساعد كل هذا على نوع من الاستقرار الاقتصادي إنسح التعبير للتونس يليت والله يليت شوف صراحة يليت يكون هذا الخطاب هو الذي سيحدث لكن تجربة علمتني أن هذا أماني هذه رغبات هذه أحلام هناك وقايع على الأرض هناك القوى الأخرى تملك من المكر ومن الخداع ومن الخبث ما يجعلها لا تهتم نحن شاهدنا هذا في الجزائر قد تقولي أن الأمور مختلفة ليس مختلفة القوى التي تقف اليوم وراء عودة الردة لتونس والثورة المضادة لتونس هي نفس القوى التي وقفت مع جنرالات الجزائر الذين أخذوا حرب دامية جدا ضد شعبهم وتسببوا سوى مباشرة أو غير مباشرة في مقتل أكثر 200 ألف وفي دمار وطن كبير قوي كالمفروض أن يكون قوى حقيقية هذه نفس القوى نفس القوى سوى قوى خليجية وطبعا هناك إثباتات ودلال ربما نشرنا بعضها فيما يتعلق موقف السعودية وملك السعودية مع النظام الجزائر ونظام الجنرالات أو الموقف الفرنسي والغربي عموما هذه القوى لا تهتم ثم أقول لك حاجة رأس المال جبان شوف يكفي يكفي ولا أتمنى ذلك لكن يكفي أن تقع قنبلة وقنبلة في فندق خمس نجوم في تونس يكفي أن يقع ذلك لكي يفر السياح ويفر رأس المال ويفر الجميع ثم لكي تعلن أن لا حرب ولا صوت يعلم فوق صوت المعركة على الإرهاب ثم لا يهتمون بمصالح الشعوب يهتمون بمصالح طبقة معينة فقط طبقة الخمسة بالمئة على أفضل الأحوال هذه هي التي تريد أن تعيش والباقي يضحس تحت الأرجل لكن بناء على هذا ألا ترى أن هناك إرادة إقليمية ودولية في أن تبقى تونس مستقرة الآن كان يقال أيضا من أن هناك إرادة دولية وإقليمية من أن تكون تونس مثال للربيع العربي وأن يكون الإسلاميين المعتدلين جدا شوف المثال على طريقتهم يعني وحقاتها وقد حصل في النهاية في تونس لم يحصل يعني على طريقتهم أقصد أن الإسلاميين يتنحوا بالسلطة الحكومة ليست إسلامية تنسب إلى الإسلاميين ولكن لم تكن إسلامية إلى درجة أنها لم تتبنى شوف تروح لكل دساطير ما يسمى بدول العربية هذه كلها تجد أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأول لتشريع إذا لم تكن المصدر الأساسي لتشريع نعم في تونس لم تكن لا المصدر الأول ولا المصدر الأساسي هي واحد من المصادر لكن دولة دينها الإسلام في نهاية الأمر لا يعني شيء كيف لا يعني شيء أنحي ما تقول دين الدولة الإسلامية أي تشريع ضد دين الدولة غير مكتول أي تشريع ضد دولة تشريع مثلا المخمارات الخمور تمنع تمنع الخمر في تونس الآن يعطيني رجل في تونس ولا في الجزائر يمنع الخمور ما حتقوله دين إسلام الدولة لا هل الإسلام يحلل الخمور على سبيل المثال لا يمكن كلام ينشر لكن مع ذلك لكن تعرف لماذا أحد صفراء الدول الغربية تصل بقياده قالوا شوف توضعوا الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي أو أول انسوا الدعم الألماني انسوا موقف غربي واضح لا يريد لمنطقتنا تحرر الاستعمار يعود بأشكال جديدة وبيوزن جديدة خاصة عن طريق الممثلين المحليين أنا سألوا بطريقة أخرى أنت تبعت انتخابات 23 أكتوبر 2011 تقدم فيها الإسلاميون على اعتبار أنهم محسبون على الثورة وضحايا النظام السابق كان أمام خيارين يامان يكونوا في الحكم أو أن يكونوا فقط في مجلس التأسيسي اللي هو مجلس التشريعي وحتى داخل النهضة الشيخ عفتح كان مع أنه نبقه في المجلس التأسيسي لا أكثر ولا أقل الرأي العام للإسلاميين والنهضة غير على رأسهم أنه ندخل في الحكم نجرب وهذه التجربة نتعلم بتقديرك هل دخولهم في الحكم في تلك الفترة التي كانت فترة انتقال ونصفيح ساخن كان تونس كان خطأا؟ كان الأفضل الاقتصار على البقاء في المكان الذي يشرع المجلس التأسيسي دون خوض غمارة للحكم هل كان خطأا؟ بالاتجاه الذي أخذوه فيما بعد كان خطأ أو ليس خطأ طيب بالاتجاه الذي أخذوه يعني ذلك مكرهات السياسة أو إكرهات السياسة إكرهات السياسة شوف إذا فيه واحد مكره في هذه الدنيا لن يكون أكثر وأشد إكرهات مجمعة حماس في غزة جنرالة مصر على غربهم وإسرائيل في السماء وفي الأرض وفي البحر وفي كل مكان والأردن وسوريا وكل الأنظمة الفاسدة أو الطاغية على حدودهم ومع ذلك ومع ذلك هؤلاء يصامدون الصمود موقف الصمود هو موقف وهو شيء في العقل وفي القلب قبل أن يكون على الأرض يعني أذكرت لك مثال كوبا خمسين سنة تحت تحت الإمبراطورية العظمى ليس تحت جنات الجزائر أو تحت تحت التهديد المصري أو الخليجي هذه كانت رئيس كوبا في دالكاسترو هذا شيوعي ملحد لا يؤمن لا بالله ولا باليوم الآخر ولا بالقدر ولا بأي شيء واجه القوة المادية الطاغية وهو يؤمن بالمادة فقط واجه الولايات المتحدة أنت كيف تقولي كيف تقولي إكرهات السياسة وإكرهات الجغرافية هذه المشكلة شوف بالغوا بالغوا بشكل كبير جدا في إكرهات السياسة وإكرهات الجغرافية أو إكرهات خارفة يعني كان هناك خوف داخل يعني كان يمكن الثبات يمسكوا أكثر شوي نعم كان يمكن طيب وقعت يعني كنت ننتظر اغتيالات أخرى تفجيرات أخرى عملية ترهابية أخرى طيب معناها خضعت ولذلك أنا كنت أريد أن أرد عن الرجل اللي كان قبل أنه أتحدث عن الحوار ما الحوار لم يكن هناك حوار هو ليس خضوعا أكثر منه تقديم مصلحة وطن على مصلحة حركة لا مصلحة وطن عندما تعيد الطغيان لهذا الوطن فأنت بالعكس تخل الوطن صراحة أنا لا أريد نستخدم هذه الكلمة المثال المصري يتابعهم دائما لم يخلقوا أنهم حارسين جدا على وطنهم ولن نكون أحرص منهم على تونس طيب هل المثال المصري كان يمكن أن يقع في تونس لا لا يمكن لم يكن يقع الفارق أولا الفارق الجيش التونسي ليس بقوة الجيش المصري الجيش المصري هو الدولة طيب ويكاد يلتهم الدولة وهذا فارق أساسي الفارق الثاني أن مصر على حدود إسرائيل والموقف الدولي لم يكن يريد بأي شكل من الأشكال أي موقف معادل إسرائيل هناك برغم أن المصريين أيضا يتحبن المسؤولين كبيرا الإخوان المناسب وهناك فارق أخرى ثم أنت كان لك أبعاد أخرى حتى البعد الليبي تجاورك ثورة يعني شوف هذا الارتداد في تونس راه لن يؤثر على تونس فقط كما مثل ما كان الارتداد في مصر أثر على المنطقة كلها الآن الارتداد في تونس صحيح أقل تأثير من مصر باختلاف المعطيات لكنه سيكون تأثير سلبي وسلبي جدا على كل رافعي لواء التحرر والانتصار للمستضعفين شكرا جزيلا حديث معك ذو شجون أستاذ محمد العربي الأستاذ محمد العربي زيتوت الدبلو ميسي السابق وعضو أمان تحركة رشاد شكرا جزيلا لك على قبولك الدعوة مشاهد الكرام الآن نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لفتح الخطوط خطوط التواصل معكم عبر سكايب و